لم يعد التضبب متاحا لكل المواطنين بعد أن بات هدفا لميليشيات الحوثي التي لم يسلمها القضاع الصحية إذ واصلت هجماته عليه بشكل متعمد حتى أوصلته إلى مرحلة الانهيار وجردته من قدراته على استجابة الحالات الطارئة تقرير للوضع الإنساني في اليمن صادر عن أمم المتحدة كشف أن تسعة من المرافق الصحية تضررت من قذائف الحوثيين خلال فترة من أبريل حتى يوليو 2020 ما حرم 127.222 أسر القدرة على الوصول إلى الخدمات الطبية وتضعفت جماعة ميليشيات الحوثي على مرافق الرعاية الصحية في اليمن في وقت تفتك فيه الأوبئة بأرواح مئة الآلاف من السكان مع تعظم مخاضر جائحة كورونا إلى جانب دفعها نظام الرعاية الصحية إلى الانهيار باحتلالها بشكل متكرر المرافق الصحية وعسكرتها للمستشفيات لمعالجة مرضاها وجرحاها تاركة بقية المواطنين يعانون من الأوجاع والحرمان وأشارت قائل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى أن الميليشيات صيدرت على المرافق الطبية كوسيلة لإعطاء الأولوية لأعضائها أو مؤيديها في انتهاك مباشر للقوانين التي تحمل مرافق الطبية والعاملين فيها والتدخل في الأخلاقيات المهنية لعاملين الصحيين لتوفير الرعاية الصحية غير التمييزية وأستخدمت الميليشيات الحوثية سيدرت على المرافق الطبية كمورد للدخل من خلال فرض رسوم باهظة على المواطنين الذين يحتاجون إلى الخدمات الطبية ووثقت المنظمات الحقوقية احتلى الميليشيات الحوثية للمرافق الطبية مصحوبا باعتداءات على العاملين فيها وطرد العاملين الصحيين والمرضى ونهب المعدات والأدوية وكانت الأمم المتحدة وشركائها كشفت في وقت سابق تعرض المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في اليمن لأكثر من 140 هجوما منذ بداية الحرب في 2015 مضيفة أن أقل من 50% من المرافق الصحية ما تزال تعمل فقط فيما البقية خارج عن الخدمة ما ضاعف من معاناة الأغلبية من المواطنين لعدم قدرتهم على تلقي الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف التطبوب في المستشفيات الخاصة بينما دفعت الأوضاع الصحية السيئة في اليمن المرضى الميسورون إلى العلاج في الخارج